قطاع تأمينات يحافظ على قدرته على الصمود رغم الضرفية الاقتصادية الصعبة المتزمة بتباطئ قوي في النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2022 بلغ حجم معاملات القطاع 53.8 مليار درهم نقطة التي ساعدت ولا تفسر هذا النمو دي القطاع التأمين أولا هو تطور المدخرات سيليبارن على بغانش إبارن التي سجلت 22 مليار في السنة 2022 بفضل تأمين المصرفي ستديرا بانكا سورانس وشبكة تقليديا لغزو ترديسيوني الأجان كورتي إضافة إلى فترة الكوفيد التي أصبح المواطن يدرك أهمية الإدخار النقطة الثانية هي دور تأمين إجباري المسؤولية المدنية بالنسبة لتأمين السيارات وفروع أخرى التي هي إجبارية والشجل بالنسبة لتأمين السياري الإجباري 13 مليار النقطة الثالثة هي توعية رواد الأعمال بأهمية تأمين ودعمه للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي المواطنين عن طريق اكتتاب عقود حوادث الشغل للتأمين الصحي وتأمينات تكملية إنجازات ستعززها مراجعة الكتاب الرابعة لمدونة التأمينات مشروع قانون يهدف بالأساس إلى عصرنة الإطار المرجعي لتوزيع منتوجات التأمين وتعزيز قواعد الشفافية والممارسة الجيدة إضافة إلى تدقيق مهم لحقوق وواجبات مختلف متدخلين سوف يمكن من دمقرة الولوج إلى مهنة الوسيط في التأمين بحيث سوف يتم ربما جعل المعايير أكثر مرونة خصوصا ما تعلق منها بالمهائلات الأكاديمية وبالتالي سوف يمكن ذلك من خلق رواج حقيقي وكذلك هوامش أكبر لتطوير صناعة التأمينات في بلادنا رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها المغرب استطاع قطاع التأمينات سنة 2022 تحقيق نتيجة إيجابية بمبلغ 4 مليار درهم بزيادة بلغت 1.8% حيث بلغت نسبة مرضودية الأموال الذاتية 9.4% منخفضة بواقع 10 نقط أساس مقارنة بسنة 2021